بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين مصر الحضرة سلام رمضان فيديو النهاردة مهم جدا عن موقف الاردنية بالعشر من رمضان وبيتكلم عن العشوائيات في الموقف والمشاكل ومن البيع الجائلين وغيره ما احترمنا الكامل لكل الناس ورب نيرزو الناس جميعا لكن في الفترة الاخيرة بعد الجهاز عمل موقف جديد وهيتنقل قريب خليل السنة الجاية او السنة دي ان شاء الله الموقف هيتنقل لي موقف خليم كبير آآ لقينا الموقف اللي في وسط المدينة فوال اردنية آآ بهذا الشكل زي ما احنا شايفين كده الملابس ودي ده موقف موقف عربيات نقل في وسط الاردنية بالزبط العربيات الاجرى واقفها على جنب آآ ده بيبيع عحزية وده بيبيع ملابس وكل زي ما احنا شايفين الكلام ده كله وطبعا لايه ليه بمدينة العشو من رمضان والناس كلها بتيجي تركب من وقف ده ودي ماركة عبو مقصود على الشمال ها هوت وآآ وان انت تيجي تكلم ده عصب البلد واكبر مدينة صناعية في الشرق الاوسط آآ ان انت واكبر مدينة صناعية في مصر كمان بتيجي تكلم تقول انه وسط البلد بالشكل ده سواء كان ده مؤقت وهننقل للموقف الجديد فبرضو لا يليق ان احنا نسيب المكان ده عشوائي بهذا الشكل زي ما احنا شايفين كده البقاء الجائلين وانا صورت من بره فقط لغير آآ ونيجي بعد تلتة اربعة خمسين نقبلنا المشكلة ونقول هنودي الناس دي فيه وهنعمل معهم ايه هذا زي ما احنا شايفين ادي الموقف هوت آآ حضراتكم شايفين الناس العربية تراكنا عيمين وشمال ودي حارطين مقفلين وحارة واحدة اللي شغالة والبقاء الجالين بقى منخضر وفاكهة وملابس وحزية وكل حاجة زي ما حضرك لا تتخيل بص ده واحد بتاع معرفش الشاي ولا ايه واحد بتاع خضار هوت واقف وده عربية بيض وقفة سبتة هنا على طول رب نرزو الناس جميعا وبتوفر على الناس ابي يشتروا ومماشيين مراحين بس آآ شكل مش حضاري ومش مناسب وبعد سنتين تلاتة هلاقي نفسنا قدام مشكلة مش عارفين نحن لا ادي واحد عربية الموز اهيت ولا ترسيكل ده وعندك ادي واحد بتاع فاكهة واخضار واقف على طول ومعرفش ده بيبيع ايه ده بيبيع سمكة عربية سمكة اه عربية موز وده ده ده جزء من اللي انا صورته وده الفاكهة هناك جوه هناك قالوا حضراتكم تاخدوا بقانيك وجوه كده كل ده بقى بقى جائلين بنفس الشكل عربية كرومبه هي وعربية مش عارف هي عربية اللحوم اه مش عارف مجمدة كل ده وده غلط ولاية لغة بمدينة العشن من رمضان والشكل الحضاري للمدينة اه نتمنى من اه السيد رئيس الجهاز من رمضان نشوف حل المشكلة دي ورايبة خلال الايام اللي جاية اه الموضوع لازم يتقنن ولازم يكون بشكل افضل من كده هو مار واقف هناك هو بعربية كامر وده ينفع الكلام ده يا جماعة في وسط البلد ونفس وفي الشكل الجميل ده شو الشارع عاملة ازاي والزرع والمساطحات الخضرة على الشمال والمجاورات التامنة والسبعة لديك الشمال والخمسة والشكل الجمالي بتاعها وتلاقي واقصاد منها الموقف بهذا الشكل اه اللي لا يليق بمدينة العشن من رمضان نتمنى من السيد رئيس جهاز العشن من رمضان يبص بعينيه ويبعت اه ناس من الناس المسؤولين ان هما يقننوا الوضع ده شوف احنا ماشيين كده امتداد الموقف خلص كلها خضرتك لما تلاقي الموقف بالشكل ده وبالمنظر ده وتلاقي في زحمة جوه وتلاقي في مسلا سرقات وتلاقي وحتى العربية اللي يوقف جوه بتاعت السرفيز لا حرات مش موقفين ممزمين لكن لو يوقفين اللي هم عسكري مرور في المكان ده هتلاقي كل واحد يوقف غصبا عنه بانتظام اي حد يخالف تاخد مخالفة نفس النظام الباعة الجائلين دول لازم تشوف حل اليوم اه في عندنا محلات كتير جدا في عشر من رمضان وعندنا اسواق تجارية مبنية ممكن نقلنا نشوف الاوضاع دي نشوف الناس دي لها محلات صغيرة في الموقف الجيد حضرتك عشان ما ندخلش في نفس الدايرة ونفس الفيلم اللي زي موقف السلام دلوقت المشاكل فيه في القاهرة وزي موقف اسكندرية زي ما شوفنا حافظة اسكندرية نزل وعمل ولاقل من الدنيا متبهدي لجوه الموقف نشوف الكلام ده برضو نفسا زي ما نوصلش للفكرة دي حضرتك بتعمل الموقف اعمل له يا عم من بره شوف له سند قانوني وعمل له محلات من الخارج من بره والمحل مثلا يعني اتنين متر في اتنين متر وكل واحد ياخد له محل وخلي عم اجاراتها قريلة جدا الفين تلات تلاف جنيه والناس دي تاكل عيش وتبقى بوضع قانوني وبشكل حضاري يناسب حجم وجمال جمهورية المصلة العربية ما نفعش ان احنا في كل مجالات الدولة وفي كل اماكن في الدولة بنبني وبنعمر وبنكبر وبنعمل ونعمل الموقف الجديدة بالشكل الجميل ده وحضرتك تيجي تملهولي كده اه باعة جائلين بالشكل اللي مش مناسب ولا يليق باي مكان اتكلم عن الموقف فايا بتكلم على جميع الموقف في جمهورية مصر العربية ما يجي اتكلم عننا انا كما دي نتلحش من رمضان انا الموقف الموضوع ده من ايوم كورونا اللي فاتت لموضوع ده اشتغل وزاد وبقى رسمي وقانوني دلوقتي جوه بص تلاقي ببيع ببيع جبنة ببيع اي حاجة والله العظيم جزم كوتشيات ملابس خضار فاكهة اي حاجة بتلاقيها حتى حضرتك وشفت عربية السمك وشفت عربية البيض وشفت مش عارف ايه كل الكلام ده اه الناس بتبقى مبسوطة واحد جاي نازل من شغله وبينزل موقف وماخد حاجات في ايدي وماشي وراح على بيت وزال عسل مية مية وارخص من المحلات بس انا دلوقتي بتقابلني مشكلة اللي هو العشوائيات هل حضرتك عايز تخليني دولة متقدمة ومتحضرة وبشكل اه حضاري ولا عايز تخليني انا بالشكل العشوائي تب انا ما اتكلم على بلد زيديما زي العشوائي بجمالها وبتنظمة وتنسيقها والخدمات اللي معمولة فيها والمرافع اللي معمولة فيها والشارع الجميلة اللي فيها والمسطحات الخاضرة اللي فيها والنوادي اللي فيها وتيجي تقولي الموقف الوسط المدينة اه بالشكل اللي لا يليك بأي بقولك ببعزبة او بقارية تب انا لو بتكلم على الموقف في في مصر القديمة وفي الاماكن القديمة زي عين شمس والمطارية ومسترد وكلام ماشي الدنيا هناك زحمة وبيضة وما فيش موقف اصلا يعني منسك وكلام من ده لكن انت عندك هنا مكان واسع ومناسب ومنظم وبشكل قانوني وزي العسل فحضرتك ما تجيش تعمل لي كده? لأ حضرتك بقى نظام للموضوع ده شوف لي حل ليه تعمل لي بقى تطرد بقى الجائلين دول تشوف لهم محلات تشوف لهم لكن ما تسيب ليش بقى بتقول اللي وقفين بقى توروسيكل ببيع سجاير واللي ببيع مش عارف ايه وقفين كله هتعمل له محل جوة الموقف جانب الصور بتاع الموقف واللي معلق هدوم على الصور وعمل الشكل ده هل ده ينفع? هل ده ينفع? لو انتوا شايفين كمسؤولين ان الموضوع ده عادي وما فيش اي مشكلة? خلاص لكن ده انا شايف من وجهة نظر ان ده غير صح وغير قانوني وما ينفعش مش عايزين الموقف الجديد يوصل للمشكلة دي ان شاء الله لما تنيل بعد سنة او السنة دي وان شاء الله هنروح للموقف الجديد ونروح نصور لكم الموقف الاقليم الكبير لمدينة العشرة من رمضان اه ما شاء الله صرح كبير جدا وفخر للمدينة كلها موقف زي موقف السلام كده واجمل منه كمان هنروح نصوره لكم ان شاء الله ونقول لكم برضو ان في البلد فيها انجازات ونجهاز لعشرة من رمضان شغال وبيعمل حاجات جميلة جدا وعمل جوا الموقف جامع وعمل فيه كل الخدمات اللي تليق بمدينة العشرة من رمضان وموقعه الاستراتيجي الممتاز جدا وحارات ومظلات للعربيات وشكل جميل جميل فوق الخيال فعلا الكلام ده هنصوره برضو عشان نقول فيه عندنا الجزء الايجابي وجزء السلبي فاحنا مش عايزين الشيء الايجابي اه يبقى الشيء السلبي يضغى عليه ويغطى عليه ويبقى يظهر اه كشكل مش مشرف للمدينة اه ما تنسوش الاشتراك في اه قناتنا قنات مصر الحضارة سلام رمضان والنهاردة كان لقانا معاك وقوية تغطية لمشكلة موقف الاردنية بالمدينة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته